مش محتاجين مكينات او مصانع او تكاليف عالية عشان تبدأ تصنع سطنبا بلاستيك او مجسم معين تقدر وانتبئتك تنتج وتصنع اي منتج يخطر على بالك سواء قطع غيار للسيارات او اكسسوارات للكهرباء او العاب السر بيتلخص في الفيديو ده الفيديو ده جزء من سلسلة اصناها بنفسك مكونة من عدة فيديوهات لتعليم صناعة اولي بالسيليكون رابر لقطع غيار البلاستيك وطرية صبا وده الجزء الثاني من السلسلة عرضنا في الجزء الاول وتعلمنا طريقة صناعة القلب المسطح للغطى الاسود تقدر ترجع له لو حابب تكمل السلسلة من اولها بالضغط على شريط الفوضة وهنا هنتعلم طريقة صناعة سطنبا نصين لمجسم صغير وعبارة عن ماشبك بلاستيك بيستخدم لربط اجزاء ميكانكية ببعضها ويشترط في الماشبك ده استخدام ما ده يكون متوفر فيها الصلابة ومقومة الاحتكاك والتآكل تفتكر بطل الفيديو ده ايه البوليستر الصن رخيص قوي جدا من ناحية الشد والتاني مقاومة الاحتكاك والتآكل بشكل كويس سهل التشغيل والصب قابل للاضافات وده بيدلنا ميزة زيادة المادة والخفض السعر وعيوب المعروفة غير مقاومة الصدمات وهش جدا في السنق الرفعية ونسبة انكماشه العالية ورحته النفزة اللي ممكن تشمهه انت في مكانك وبالنسبة لاستخدامه في صب المشبك فهو الخيار الانسب لان وزن المشبك 7 جرام وسمك 1 سنتي فهو خفيف وسميك وده كافي جدا انه يخليه مقاوم للصدمات بشكل كويس ونسبة انكماشمش معضلة بمجسم زي المشبك وطبعا كل مادة معروفة ان فيها مميزاتها وفيها عيوبها والشاطر اللي يقدر يستخدم المادة الانسب للشغل المناسب وكل مرة بتصنع في اسطنبول كفع الغير بالذات لازم تسأل نفسك نفس اسئلة الحلقة اللي فاتت انت هتصب الاسطنبول اللي هتصنعها دي ريزن اينه ريزن البوليستر ولا الاموكسي ولا ريزن البوليورسان ولا بوليفيناليستر ولا بوليورسان استر طب المادة اللي هتصبها هتكون سائلة ولا عجين؟ مارنة ولا صلبة؟ وبنان عليه بتنافذ الاسطنبول حسب المادة اللي هتصبها لانها لو عجين هتضطر تصمم لها اسطنبول كفز ولو سائلة يبقى هتصممها للصلب وطبعا فيه الحق وعلى الرغم من انها الافضل لكنها معقدة شوية ولازم نخصص لها سلسالة لوحدها استنوا مني حلقة للصناعة نسدس الحق وازاي تصنع اسطنبول سلكون للحقن فقط اما عن اسطنبة المشبك فهي هتتصبب ليستر صلب وسائلة واقولك ليه اختر ما يكون سائل المشعجين في اخر الفيديو المشبك اللي انت شايفه قدامك ده بالتفاصيل والفتحات اللي انت شايفها دي على الرغم من صغره لكنه يحيرك في تصميم اسطنبطه حسبك تتخيل ايه انسى الطريقة يتعمله بقى اسطنبطه تصميم الاسطنبط اللي هندفزه دلوقتي سوا هو اسطنبطه صب نصين هنحضر السلصال دين سلصال عادي وهنفرض على قطعه مسطحه صغيره على قد المشبك بتاعنا بعدين نجيب زيته فرشة والنعمه بالشكل ده هنحضر المشبك ونقسم المشبك دل نصين تقسيم جانبي بالتساوي نصها هندفزه في السلصال والنص التاني هنقرره عشان نستنساخه فقالب بعد كده المهم انك تهتم بالتقسيم اللي هتقسمها وتنعم جوانب السلصال وتحاول تخلها مستقيمة بشكل دير ميدور حوالين المشبك عشان ما يبقاش فيه ايه عوجايك في تقسيم المجسم نفسه لما يتصبه حتى لو لاحظت في التفاصيل الداخلية زي الخرم ده مثلا هتلاقينا مقسمه وكمان له نصين اما عن المجرى اللي هيتصب منها البوليس ترجوها لقالب مفيش افضل من المكان ده وانا هنا اتصرعت ودفنت المشبك من قبل مركب له البنز عشان كده هشكله بسلصال بدل ما شل المشبك وركبه من تاني والافضل ليه كنت بتلزق بنز في ايه مجسم عشان تصب من خلاله المادة يستحسن يكون البنز ده بالشكل المخروطي واتعرف ليه لو تبعت كل فيديو بنزله وانا هنا اخترت المكان ده بالذات عشان صعب جدا تختار له مكان تاني لان اي مكان تاني هتصب منه هيعملك مشاكل كتيرة وممكن تفشل الاسطنبا كلها بسبب اختيار مكان مجرى او فتح للصب في مكان غلق واي مكان تاني اللي ماشبك ده هو بالنسبة لمكان غلق لان اختيار اي نقطة تانية للصب سواء كان من هنا او من هنا فهنا بالذات هتضطررن النقطة دي ان هنا نفتح مجرى كتراء الدسين المصمار لا هتعرف تصب المادة منها ولا هتعرف تخرج الهواء في نفس الوقت وهيترتب على كده انها هتعملك بابلز وتشويهلك المنتج دي اول غلطة ناس كتيرها بيعافيها بعد ما ندفل نص المشبك ونركب له جنز الصب هنحضر تحوطها صغيرة عشان نصبه في قلبها السيليكون ولازم تبقى ارتفاعها اضعف ارتفاع المشبك لو هندخلها فاكيوم عشان لما يفور السيليكون ما يتكبش وانا هنا مليتش افضل من قلبة الكنز دي احاوط بها المشبك فقطعتها بالشكل ده وطبعتها عشان تكون بشكل البيضاوي ما تقدرش سيليكون كتير اخر حاجة وقبل ما ركبت تحويطها نعمل كباسين حولين المشبك فانا هنا فضلت يخليهم اتين بس بالجنب عشان مش هفتح الجنب كله هفتح له جنب واحد والكباسين مهمة جدا جدا لانها بتقفل القلب وبتثبته مكانه بشكل مصبوط هنركب التحويط اللي عملناها حولين المشبك وندفنها هي كمان في السلصال عشان نسبتها ومش هنكتفي بكده هنحوط التحويطها نفسها بالسلصال عشان ما تصربش سيليكون لان الفاكيوم بيكون شديد ولو فيه خرم عبرة منفذ هيصرب منه السيليكون وفي النهاية هتكون بالشكل اللي انت شايفه ده هنحضر السيليكون روبر يفضل اعلى كسافة واحنا بنختار دايما اعلى كسافة عشان ما بنشتغلش بحاضن فلازم السيليكون نفسه يكون محمل وكسابته عليه سواء كان في شغل الاوالب المسطحة او في الاوالب النصين وطبعا فيه تصاميم تاني الاوالب مينفعش ابدا معاه غير كسافات اقل ودي هنوضحه فوقتها بالنسبة للمشبك ده فالوش الواحده يستلك 125 جرام ونسبة المصلب للسيليكون اتنين في المية بعد منصوب السيليكون على المشبك هندخل القلب كل الفاكيوم في مدة اقل من دقيقة عشان يبدأ يخرج لنا كل البابلز الموجود في السيليكون وبفكرك لو المجسم اللي انت شغل عليه حجمه اكبر من حجم الشمبر اللي هي حلة الضغط فبتباكي من السيليكون بعد ما بتضيف عليه المصلب وبعدين بتصب على المجسم برا الباكيوم عاد بس وقتها لازم تصب السيليكون بيهدوء ومن نقطة واحدة منخفضه ومتغيرهاش بعد ما يتصلب الوش الاول تماما هنفك القلب ونخرج السلصال من الوش التاني هيبقى بالشكل اللي انت شايفو ده هنبدأ ننظف الوش التاني كويس جدا من بواي السلصال بعدها نخرج القلب ونقص الزيادات طبعا الوش التاني طالع مع بوش بنز لان شاكلته نص البنز في الوش الاول والتاني كان مدفوع عشان كده هنكمل تشكيل نص البنز التاني بالسلصال كده ما عادش فاضل غير عزل القلب ومهم جدا ان هو العزل اللي هتستخدمه لاحظ انك بتازل سلكون عن بعضه ولو نوال عزل مش كويس هيلزع النصين في بعضه ويبوزلك شغلك كله وانا هنا بستخدم دايما شحمه معين مخفف بالزيت وبسيبه فترة عشر ده هي ايجافه وحاول ما تعزلش المشبك نفسه المجسمات ما بتتازلش نهاية في اول بالسلكون واكيد انت مركز معي وملاحظ ان انا بعز الجانب واحد بس الجانب اللي فيه الكباسين واللي هفتح منه القلب عشان اخرج للمجسمات اللي هصبها اما عن الجانب التاني فانا عايزه مقفول ولازق في بعضه مدام جانب واحد كافي يخرج للمشبك وده الشكل النهائي قبل ما نركب التحوطه هنركب القلب في التحوطه من تاني ونقفل اي فتحات بالسلصال ممكن تصرب لنا السلكون اشتركوا في القناة هنحضر السلكون تاني 125 جرام برضو المصلة ب 2% وطول ما انت عازل بشكل كويس صب السلكون على السلكون وانت متطمن هندخله فاكي ومن تاني وبعدها نسيبه فترة كم ساعة عشان يتصلي هنخرج القالب وننظفه كويس جدا ونفتحه نخرج منه المشبك وبكده يكون القالب جهاز للصبت في بداية الصب هنحضر القالب بتاعنا وقاستك فلوس والتركبة اللي عملناها وهملاي حاجة هنوزن المشبك وزن سبع جرام اللي قصور هنخط احنا تمانية جرام عشان الهادر واحنا منتفقين من الجزء الاول ان كسبت البوليستر بتكون اهل من اغلبية بلاستك الحق خاصة البوليبروجلين المحؤون بالمشبك هنضيف مصلب البروكسيد وهو عبارة عن نوات بالغطارة وعايز اقول للناس اللي لسه مبتدأة في المجال ان انا اللي بتحكم في فترة الجفاف عطري البروكسيد ده ومعجل تاني اسمه كوبالت يعني لو عايز المادة تتصلب بعد ساعة نصف تلت ربع او حتى بعد خمس دقايق فده باستطاعت ولكن يفضل ان بتصبت فترة الجفاف على العشين ده بالزبط عشان يكون عندك فرصة كافية للخلط والتاليب والصب هنجيب الاستيك واللف حوالين القلب عشان نايفله واهم حاجة اهم حاجة وانت بتربط الاستيك لا تخنقش به القلب عسان المجسم نفسه مايطلعش معك معهوج او مشوه اما بالنسبة للصب فانا معرفك ان ده شغل عميل ومبتد عشان كده مصمم القلب باسهل طريقة وبدون ما دخله فاكيوم عشان البابلز وعشان تتجنب البابلز كل اللي عليك تعمله هو تدليك القلب وانت بتصب المادة بنفس الطريقة اللي انا شغال بها دلوقت لحد ما اتخرج كل الهواء الموجود في القلب عايز اقولك ان فايدة المجرى دي للعلم مش انك تصب من خلالها المادة السايلة وبس فايدتها كمان انك بتخرج من خلالها الحواء المحبوس جوه القلب عشان كده لازم تكون المجرى واسع مش دقيقة وتختر لها المكان الصح اللي من عنده تبدأ تتوزع المادة في كل نقطة موجودة جوه القلب ولو تاخد بالك دايما بتلاقي في الاولي بالسيليكون الكبيرة مجرى او اتنين او تلاتة وبتوصل حتى لأكتر من 20 مجرى واحدة بتكون مخصصة للصب وده بتكون اوسع شوية من بقى الفتحات لسهولة تضافق المادة والبقى لخرج الهواء اللي بيكون محبوس جوه القلب ولازم تفهم ان كل ما كانت المجرى وسع كل ما يكون فيه سهولة اكبر لخرج الهواء وكل ما تزيد عدد الفتحات في القلب كل ما يكون اسهل واسرع في خروج الهواء واحتمالية وجود البابلز في اي نقطة داخل المجسم بتنعدل ده بالنسبة للأولي بالنصي اما الاسطنبا المسطحة فهي قرد مفتوحة عشان كده قلت لك انها اسهل الاسطنباط في التصنيع وفي الصبب الزاب وبفكرني في القومنت عاملك فيديو مخصص فصب السوائل وتضافقها بمعنى شرح حركة السوائل داخل القلب وازاي بتتأثر من بعض العوامل زي اللي زوجها وتصميم القلب وغيرها وليه بينتج عنها فقط كعالي حواء كل ده لقى وانين فيزياء معقدة شوية بس لو فيهم نصح هنعرف نصب شغل نصح منجر زور البابلز ومنجر مكانات باكيوم أو خلط لحد هنا احنا خلصنا ولو في اي استفسارات اكتب لتحت في التعليقات واستنوا مني الفيديو الجديد عشان اللي جاي جديد هعرض لكم فيه القامة الجديدة واللي نزلت مصر من كم يوم البلاستيك السائل او بلاستيك السيرموسيت وده للصب اليدوي صبع البارد وشو بيحتاج لماكينات بلستنباط مقلفة ومقضة وكمان رابر البوليورسان الحراري البديل الأقل السلكون رابر اللي تقدر من خلاله تعمل اوليق قوية جدا وامره طويل جدا تقدر تعد استخدامه اكتر من مرة وكمان بتصنع منه منتجات الكويتش ومجسمات مختلفة كتير هنختبر كل المواد دي ونعرضها لكم في الفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر